السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنحلل المقال الذي كتبته في هذا الأسبوع وهذه الأحداث التي تحير كثير من الناس والتي فجأة كثير من الناس هو لعبة التحالف والحرب بين أمريكا وإيران وكما قلت أو عندما يتقاتل اللصص لأن كلهم يتنافسون على العراق وعلى غنافة العراق وعلى الشرق الأوسط بصفة عامة من يسيطر على الشرق الأوسط هل أمريكا وإسرائيل ومن يدور في فلقهما أم إيران أو ما يسمى بحلف الممانعة أو جبهة الممانعة لماذا قلت اللصوص أو صراع اللصوص والعصابات كما يقع دائما بين أفراد العصابات عندما يستولون على بنك أو ينهبون منزلا يختلفون عند توزيع المسروقات ويصل هذا الاختلاف إلى الشبك بالأيدي وبعدها بالأسلحة البيضاء أو السوداء وتصل إلى حرب الشوارع والمدن بالنسبة للعصابات الكبيرة المنظمة وقد تصل إلى الحرب بين الدول إذا كانت هذه العصابات مسيطرة على دول صغيرة أو كبيرة على يوم تستغل إمكانية هذه الدولة في تحقيق مأربها وفي إشعال حرب ضد خصومها لأنها نفستها على هذا الكنز أو لهذه الغنيمة هذا بالضبط ما يحصل بين إيران وأمريكا اليوم لقد كانت متحالفتين تماما سنة 2001 أثناء الغزو الأمريكي لأفغانستان وأثمر هذا التنسيق تنسيقا سراتيجيا أكبر للإطاحة بنظام صدام حسين سنة 2003 وهذا كان واضحا للهيان وفاجأ الكثير من الناس كيف إيران التي تلعن الشيطان الأكبر أصبحت تضع يدها مع أمريكا في الإطاحة بصدام حسين مما يعني براكمانسية سياسية ومصلحة ميكيا فيليا واضحة في هذا الإطار لأن لعابها كان يسيل على العراق وعلى نفط العراق منذ كان صدام حسين وهذا ما أشعل حرب بين الطرفين أما الإيديولوجيا وتمدد الإيراني الشيحي هذا مجرد يافطة أما الهدف هو الخيرات والكنوس التي تسخر بها بلاد الرافدين وقد نجح هذا التنصيق فعلا في الإطاحة بنظام صدام حسين بسرعة مما عزز غرورا فطريا في أذهان القادة الإيرانيين لأن أصلا هم لديهم هذه الأنانية والتفرد إيران دولة عظمى وتاريخ عظيم والفورس وكلنا يعرف حضارة الفورس وتاريخ الفورس ولكن حاليا عزز لهذا إيران بأنها قوة عظمى أو قوة استراتيجية يمكن أن تلعب دورا في النظام العالمي الجديد وظنت بأنه لا يمكن استغناء عنها في هذه العملية في السيطرة على الشر الأوسط أو الأقصى يعني الأقصى حتى حدود حتى بعض الدولات المحادية لها من ناحية الشرقية يعني كلنا يرى بوضوح سيطرتها على تلك المناطق وهذا واضح أيضا في تصريحات القادة الإيرانيين عدة مرات بأنه لولا إيران لم استطعت أمريكا القضاء على حكومة طالبان مثلا أو منظمة القاعدة ولا القضاء على نظام صدام حسين ويفتخرون بأن إيران اليوم تستولي على عدة عواصم عربية مثل اليمن العراق السوريا لبنان يعني هذا واضح للعيان ولا تخفيه إيران بل تفتخر به وتعتبره نقطة نقطة قوة ونقطة يعني اللعب ونقطة لعب بأوراق النظام العالم الجديد وبأن لديها قوة استراتيجية يعني لا يمكن استغناء عنها ويجب التفاوض معها كقوة إقليمية أو دولية تساوي يعني الصين أو أو روسيا أو أمريكا أو تركيا بالنسبة لأمريكا فقد حققت أهدافها الإستراتيجية والتي لم يحسب لها القادة الإيرانيون نعم لم يحسب لها القادة الإيرانيون هذا الحساب وهي أن أمريكا كانت تهديف إلى محاصرة إيران من جميع النواحي غزو أفغانستان كان بهذا الغرض ولهذا الغرض هو إنشاء قواعد عسكرية بصواريخ بأنظمة لوجستيكية متطورة في هذه الجبعة ثم لما غزت العراق أنشأت كما لا يخفى على الجميع عدة قواعد بتلكنولوجيا بصواريخ ليس السفارة الأمريكية ببغداد فقط ولكن في جميع مناطق العراق هناك مناطق سرية لا أعرفها أي أحد ضبما تعرفها الميليشيات الإيرانية هناك ولكن هناك وسائل دفاع استراتيجية لأمريكا لا تنشئ أي قاعدة في الصحراء وتتركها لكل من هب ودب ولكن بحماية منظمة وأنظمة حماية تقنية متطورة بما حتى هناك صواريخ خاطرة جدا بما تكون حتى نووية لأن في غزو أفغانستان من طرف أمريكا وإيران والتحالف الدولي آنذاك استخدمت صواريخ يعني خطيرة نوعية كانت تستطيع اختراق عدة أنطار داخل الجبال وتحت الأرض إذن هذه الصراعات الصراتيجية بين أمريكا وإيران لا تخفى على الجميع هم متحارفين ولكن في نفس الوقت متصارعين ومتحاربين لأن أمريكا عندما غزت العراق ليس لإسقاط نظام صدام حسين كما يدعي الجميع أو من أجل النفط ونهب التراوات نعم هذه هي الحقيقة نهب التراوات والنفط والكنوز التاريخية والمعدنية ولكن أهم هدف وأولى هدف هو التمركز الأمريكي داخل تلك المنطقة وإيران كذلك ساعدتها وتحالفت معها ووضعت يدها في يدها من أجل الدخول إلى العراق والسلاء عليه أيضا مستغلة الغطاء الطائفي الشيعي والوصاية على الأماكن المقدسة ولكن الهدف كذلك هو المنافذ الاستراتيجية والموقع الاستراتيجي للعراق خاصة عندما وقع الحصار الاقتصادي الآن على إيران استغلت المنافذ الاستراتيجية للعراق لكسر هذا الحصار وإلا لكانت إيران اختنقت اقتصاديا لهذا ترى تستمدد عبر اليمن في سوريا في العراق لكسر هذا الحصار أما إذا بقيت متقوقعة داخل حدودها جغرافية ستموت تجاريا واقتصاديا وحتى عسكريا لهذا نرى إيران تتمدد بعدة مبررات وعدة شرعيات ولكن الهدف هو الخروج من خنقة أو هذا التشديد في الحصار الاقتصادي وهذا ما عجل بالطلاق السراتيجي بين أمريكا وإيران لأنه كيف يعقل أن تحاصر أمريكا العراق ثم تأتي إيران وتصنع لها منافذ في أماكن أخرى وهذا هو ما عجل بالطلاق السراتيجي أو هذا التحالف السري الضمني الذي كان بين أمريكا وإيران لذلك اغتالت هذا رئيس فيلق القدس والذي لم يحرر القدس كما كان مبرمجا اغتالت أمريكا لأنها يعني هذا السليماني أخذ يهدد مصالحها السراتيجية كلنا نعرف أن سليماني كان يقاتل في سوريا ويخطط وفي إطار تحالف أيضا مع روسيا ومع أمريكا أمريكا كانت مسيطرة على الأجواء في سوريا وكان سليماني يتحرك على الأرض ولكن على مرأة ومسمع من أمريكا ولكن في إطار التحالف أو تحقيق أغراض أمريكا في الحرب على ما يسمى بإرهاب والقضاء على داعش وعلى جفاة نصرة كان هناك تحالف تقني وتكنولوجيا ومع روسيا هناك يعني تحالف دولي للقضاء على الإرهاب في سوريا ولكن عندما اغتالت بغدادي واندحرت جبر النصرة ورجع سليماني في إطار هذا الطلق السراتيجي بين أمريكا وإيران رجع إلى العراق وأخذ يخطد للقضاء على أمريكا في العراق لكي تستفرد إيران بالعراق وبخيراته ومنافذيه هذا الرجل خطير أصبح يهدد مصالح أمريكا بعدما كان حليفا لها في سوريا إذن مباشرة تم اغتياله لأن ترامب أو مرحلة ترامبية كما تسمى الآن فعلا ترامب يعني في الصورة يظهر بأنه رجل متهو وتصريحاته و يعني صراعته في الكونغرس وكذا لأجل الانتخابات هذه كل أشياء بمتانوية لأن الشعب الأمريكي أصلا لا يعرف لا سليماني ولا جبهة نصرة ولا كثير من القضايا التي نشغل تشغل بالنا نحن العرب ونتابع ونحلل ولكن في أمريكا فعلا هناك أخبار ولكن الشعب الأمريكي شعب يهتم بدخله بحياته بمتعه الشخصية السياسة أمر عنده مسألة تانوية قليل عندما تأتي انتخابات يتم تعبئته من طرف الشركات العملاقة ولكن حاليا بعيد كل بعض على هذه الأحداث التي تعرف أمريكا في أشراق الأوسط إلا إذا انهزمت أمريكا أو تنمغ يعني انجوع الجنود في توابيط هناك يهتم الشعب الأمريكي ويؤثر فعلا هذا على ما صير على الانتخابات أما الآن فلا يعرف لا سليماني ولا بغدادي ولا بن لادن لأن موصبت بأحداث 11 شتنبر ولكن بالنسبة للعناصر أو الأحداث الحالية بعيد كل بعد على هذه الأحداث إذن قتل سليماني أو تيالو كان بتخطيط و يعني دراسة ليس هكذا تهور أو لا كان وقت مناسب وكان هو أيضا هو سليماني شخصيا قال لأحد الصحفي الإيرانيين المقربين جدا أو من أصدقائه وكان يعني قد وعده بزيارة بلقاء ولكن قال بأن أصبحت أيامه معدودة وقد لا يحصل هذا اللقاء وفعلا لم يحصل هذا اللقاء لأنه عارف بأن عندما تدخل إلى بين المترقة والسندان سوف تضحن أما بالنسبة لي كما نقول هذه الدجة وهذا الصراع أما الدجة التي تتار حاليا عن وضع الفعل وسيتم الطرد أمريكا من العراق أو للاستعمال الصحفي والتعبئة الداخلية لإيران والعراق ولكن كما قلت رغم أن ترامب يصور أنه متهور ولكن الجيش الأمريكي له استراتيجيات وأهداف واضحة دقيقة ولا يقدم على أي تهور إلا بعد دراسة متأنية كما نعلم أن الجيش العراقي الذي كما يقال الآن سوف يطرد أمريكا من العراق هو أصلا تكوينه أمريكي أمريكا عندما غزت العراق سنة 2003 هي من دربت الجيش البديل طحنت جيش صدام حسين المعروف بولائي المطلق للنظام السابق وجاءت بأطياف وعناصر جديدة معروفة بولائها فعلا للولي الفقه ولإيران أو للطائفة الشيعية ولكن بتدريبات أمريكية بتقنيات أمريكية بأسلحة أمريكية إذن الجيش العراقي كله الآن مخترق وعلى مرأة ومسمع من المخابرات الأمريكية إذن نعوّل على هذا الجيش لكي يطرد أمريكا من العراق هذا مستهيل تبقى الميليشيات التانوية التي قام الحشد الشعبي بتجييشها ولكن سوف تصطدم أيضا بالجيش العراقي يعني هذا حلم بعيد المدى لا يمكن تحقيقه للأسف إيران سوف تنتقم من أمريكا كيف بضرب العراقيين وبضرب الدول العربية المجاورة بإسم ومبررات بأنها متحارفة مع أمريكا كما يصرح القائد القائد الجديد لفيلق القدس يصرح دائما أو عنده عقيدة قتالية تحت شعار مقاتلة الخوانة أو لا من مقاتلة الأعداء والمقصود هنا بالخوانة النواصب الدول العربية السنية المجاورة لذلك ستنتقم إيران فعلا لمقتل سليماني ولكن على الأراضي العربية سواء بالعراق أو بالدول المجاورة تحت مبررات شتى وتحت غطاء يعني إيديولوجي أو قتال معين هذا وإلى فرصة قادمة إن شاء الله شكرا لكم